فوز الأهلي ووصولي للنقطة 60 في بصراعة دوري هذا العام لكن لا شيء بعد فيش أي حاجة تحققت غير إن أنت كسبت مباراة وبقي لك عشر مبارايات عارف المفاجرة واحدة منهم مع بيرامدز يوم 22 يعني أنت عندك بكرة إن شاء الله مباراة مهمة مع مدرن فيوتشر ثم بعدها على طول الجمعة مباراتك الأهم مع بيرامدز وبالتالي فوز الأهلي على بيرامدز 3-2 اداله 3 نقاط حرم بيرامدز من 3 نقاط أوقف كتار بيرامدز عند 14 فوز متتالي دعم وعزز رقم النادي الآلي لكن نطية الدوري لم يحسن بعد مؤكد ده أنت قلت حاجة فيها مفارقة رائعة جدا قلت إن النادي الآلي له رقم قياسي ودلوقتي 13 هو لعب 17 مباراة بدون انتصار متتالي مع جوسي تخيل هنا عشان ياخد الدوري المفروض يعمل كده يعني أنت لو قدرت تكسر الرقم ده أنت كسبت الدوري لا أنت تكسب لربع ماتشات الجيين مرورا بمرض بيرامدز بيرامدز أنت كسبت الدوري اقتربت كتير كسبت الدوري حيبقى سبعة بنته أصداد إبراهيم وباقي كم ماتش؟ أنت هيبقى عندك هيبقى بالك لسه ست ماتشات و بيرامد؟ أربعة أربعة و بيرامد أربعة ولا خلاص هتوبه؟ أربعة لا أصداد بيرامدز ما عندوش ماتشات في الدوري اللي ماتش الأهلي دلوقت لغاية الفترة دي إنما أنت عندك هتلعب مدرن فيوتشار ثم بيرامدز ثم المصري ثم سيراميكا يبقى أنت حيبقى دول اللي هتلعبهم وراء بعض الأربعة مهدول الأربعة دول لغاية نهاية شهر سبعة أنت لو لعبت الأربعة دول أنت خلاص حيبقى بينك و بيرامد ماتش واحد بس حيبقى لو أنت كسبت كما نتمنى أنه يكسب الأربعة ماتشات حيعاد الرقم ما نوجه سيه و حيبقى الفرق سبعة نقاط فهم قصدي؟ وبينك وبينه ماتش تقدر تتحمل أي مفاجأة فيه نتمنى أنه يحدث المفاجأة و نتمنى نقطتين مهمين جدا أوعى يأخذنا أيوة النشوة بالفوز إحنا كجماهير إحنا حرين مع بعض لكن فريق و مسؤولين و إدارة مؤكد لازم يبقى أن تركزنا أخطر من الأول لأنه حيحذر النمر الجريح هو جايلك دلوقتي نمر جريح وجايلك كان بقى رياحية هو جايلك المرة الجاية مش حقا كيف لا أكرر هذه الهزيمة فعليك أن تفكر بطريقة مختلفة كيف هنحقق الناصر بطريقة مختلفة فأنت ربنا يمنع الإصابات أولا لأن نسامع أن عمر السلية حتطول معاه شوية حتطول شوية في السمانة لكن أنت في المقابل حيرجع لك عمر كملعب واحد إن شاء الله وحيرجع لك بيرسيتاو جاهز للمشاركة لو الراجل عايزه كهرباء الجاهزية حسب الحال وكهرباء لازم يعني عايز أقول خلي دول بقى اللي يقلبوا الموزين الفطرة الجاية اللي أنت بقى القوة الضربة الجعانة دي ملعب تنزل بدوافعها وتحدث الفارق علشان أنت محتاج الدوافع تجدد بالسمرار ولا تتراهل أبدا النقطة التانية اللي أنا أتمنها من الجميع وجمهورنا الواعي المحترم صاحب الدور المحترم عشان يحظى بأرقام قياسية هذا الموسم للتحقق الفوز بالدوري والكاس الدوري أولا الفارقة دي هتخطط حاجات كتير جدا وعملت أرقام كتير جدا بلاش إحنا بلاش إحنا إيه اللي نقارر لعبتنا ببعض نقارر لعبتنا ببعض إوعى ولادك تقارنهم ببعض إوعى تقوله أصل هو أشتر أصل هو بيسمع الكلام أصل أنت لعبي وهو مركز إوعى تقول الكلام ده اللي هو إمام ولا أي حد ولا أفشة لا لا أي حد عمر ولا هاني مش عارف كل ده خطر كل ده مش صح كل دول ولاد كويسين وكل واحد أما بينزل بيكسبك كل واحد له دور مهم جدا وكل إوعى تحط في ميزان القوة مين أهم من مين أو أنت بتحب مين على حساب مين أنت بتحب ده هتأجي زميلك بيحب حد تاني هتبصت لقينا عايشين حالة ملاش معنى هو أن الفرقة دي ده نضرابلات عظيم سلام الناس دي تعبان وشقيان أربع مواسم يا أستاذ إبراهيم مش عارفين يشموا نفسهم وفي نفس الوقت ما حدش فيه مؤثر اللي حيأثر حيأثر بر الملعب ما حدش حيأثر في الملعب هينعاكس عليه ساعتها في الملعب الجمهور لو لقى حد مؤثر بر الملعب من حقه يزعل والتأثير بي صهرة ملاش لازمة تصرف بر الملعب برضو نخلي بقنا لأن كل لعبتنا ستتعرض للترصد داخل وخارج الملعب الفترة الجاي صح أو لا طبعا ما كنتش عارف تكسبني نرفزني غلطني ونغلط ليه ولذلك الشحات هو ده النموذج اللي عايزينه مسك نفسه ما ليش دعوة ركز في الملعب ورد بقى أن أنا موجود ومؤثر وحتى ما تطلعش لسانك ما تشاورش إشارة مش الشحات بقى كل اللعيبة سيبكم الاحتفالات اللي ملاش لازمة احتفل إنت بإنتك بإنك كذبات أنا منباهر بالاحتفال اللي كان بيعمله محمد رمضان محمد رمضان وهو يرجع لك يعمل لك كده ويعمل كده ويتمشى على استحياء ويتمشى وتقوله ليه يقولك طب ما أنا قديت دوري لأنا عايز أما تنشغل قوي ساعة ماكسة بعمل إيه تركيزك بيروح يعني أن أنت منفرد لو جبت الجندة هعمل كذا تليه وإنت بتاخد الخرار الغلط لأنك فكرت وإنت بتجري أو قبل اللعب أو نبقى مجهزين حاجة ما لهاش معنى بقى شغل مصرحي شوية أوعى وإنت مثلا بتكسب تروح مشاور على نفسك واش عارف إيه ولدك لا ما ينفعش ما ينفعش لكن أعتقد تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة مبين هذا الفوز الغالي المهم تدعياته أثاره أسبابه وظروفه وأحواله وتأثيراته على اللي جاي بعد الفاصل